السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإزايقوا عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البسبوسة على عيني بتجاز بدون فرن عملتها بلكده معاكم بسبوسة المقلاية على عيني بتجاز برضو وكانت محشيئة الكريمة وعجبت ناس كتيرة او منكم فكررت النهاردة ان شاء الله اعملها معاكم سادة وان شاء الله هتجربوها واتعجبكم سهلة وبسيطة ومكوناتها كلها سهلة جدا وهتطلع معاي كطرية وشربة شربات وشكلها طحفة وطعمها لذيذ جدا جدا عملتها النهاردة مخصوصة للناس اللي ما عندهاش فرن ومبتعرفش تزبط معا البسبوسة في الفرن والكلام ده كله فقلت النهاردة ان شاء الله هعملها معاكم يلا بينا اقول بسم الله الرحمن الرحيم ولو الفيديو عجب اجبالله عليك ايه وتنسي ليش باللايك وكومنت الحال وشجعيني وجزاك الله كل خير ويلا بينا نشوف هنعمل ايه اول حاجة نبدأ نعملها الشربات معيار الشربات معنا كباية ونص سكر هضيف عليهم كبايتين مية ومعلقة كبيرة من العسل كولوكوس وبعد كده حطهم على النار اول ما يغلوا معي لمدة خمس دقايق هضيف عليهم كيس فليليا وكده خلاص شربات البسبوسة جاهز معنا هنا بقى هجيب طبق وحط فيه كبايتين صميت اللي هو دقيق البسبوسة السايب موجودة عند العطار وعليهم كمان ربع كبايت جزت الهند وكمان هضيف عليهم معلقة صغيرة بيكين بودر وهقولك انا ليه ضفت على البسبوسة بيكين بودر خليكي معاي الاخر الفجي هقولك على كل حاجة ويرشة ملح وهبدأ بقى قلب المكونات دي كويس كده مع بعض تمام وبعد كده بقى هجيب الطاصة وهبدأ يحط فيها كباية لبن وبنفس الكباية طبعا بنعير بيها نص كباية سمنة او سمنة على زبدة او سمنة بلدي نص كباية تمام وكمان هضيف عليهم معلقة كبيرة عسل كلوكوز او عسل نحل او عسل تقيل وضفت عليهم كمان نص كباية السكر بس المقطع دا تحزف مني كنت فاكرة انا بصور فاتمسح ما تصورش تمام وهروح الجاي مقلبهم كده عشان السكر يدوب وكمان حطهم على النار يسخنوا معايا زي دمع العين ما استخنهوش اكتر من كده يبقى سخن بس كده زي دمع العين يعني في قدية تحط اصبعي كده وتستحملي السخونية يبقى كده خلاص جاهز معاك الخليط هنبدأ بقى نجيب دقيق البسبوسة ونضيفها عليه بقى المكونات بتاعتنا ديت تمام وهوريكي برضو الدقيق البسبوسة بتاعت الطاصة السمك بتاعها بيبقى شكله مختلف تماما عكس البسبوسة اللي احنا بنعملها في الفرن هنشوف كل ده مع بعض بصة قلبها الاول كده لكنك بتقلبك كيكا عادي خالص تمام حلوة قوي كده خلاص كده زي الفل وخلي بلك السكر بتاعها مصبوط ومش كتير ولا قليل حلوة قوي كده بعد كده بقى هنجيب بقى الكبشة ووريكي السمك بتاعها هوريكي قديق السمك بتاعها بصي عكس خالص اللي هنعملها في الفرن بيبقى القوام بتاعها تقيل ده بصي القوام بتاعها عامل ازاي خفيف تمام اهو زي ما انت شايفها كده دي كده البسبوسة بتاعت الطاصة او بسبوسة المقالية اللي بتعملها على عينك بتجيز تمام بس النهاردة انا عملتها معاكم فصلية عشان خاطر لو حد عايز يعمل ايه حاجة كبيرة كده ما تبقاش حاجة عينة زي اللي بنعملها في المقالية حاجة صغيرة كده لا دي حاجة ايه كبيرة يعني هضيف بقى اللي حطت بالاول سمنة وبعد كده رح تجاي رشة رشة دي بسبوسة عشان خاطر البسبوسة ما تلزقش في الارضية وتتحرق والكلام ده كله وجيت بعد كده بقى قلت بقى ايه اغير بقى الشكلة عشان قبل كده عملتها معاكم سادة اه الوش بتاعها يعني سادة وكانت محشية بالكريمة قلت المرة دي هعملها معاكم سادة ويقى حط على الوش كده ايه مكسرات فعادي يعني انا بس بغير الشكل بس كده عشان تبقى مختلفة عن المرة اللي قبليها فحطيت كده لوس زي ما انت شايفه كده تحط زداني ممكن ما تحطيش عادي خالص هنا بقى رحنا على اهم خطوة اللي هي عيني بتجاز شغلت عيني بتجاز زي ما انت شايفه كده ويقى هديها خالص تبقى عاملة زي السيرية كده تمام هديها تماما وبعد كده بقى هتجيب شياطة او صينية طوح جيه حطها وقلبها بالشكل ده وتحط في قيها الصينية بتاعت البسبوسة هنا بقى لو عندك اللي هو وراء الامونيا دو تغطي البسبوسة بيها تغطي الصينية كويس جدا بيها ما عندي كيش غطيها بغطة عادي خالص محكم كده عليها ويسي بيها لمدة نص ساعة وخلال النص ساعة طبعا طبعا دي مش كيكة يعني عادي نكشفها ونبص عليها ونشوف الدنيا فيها ايه بس طبعا يعني كل وقت للتاني يعني مش وراء بعضه يعني تمام فالغاية خلال النص ساعة كده بقت رحها جاية بص عليها لغاية ما شاء الله لما لقيت الحرف بتاعها كده حمر بالشكل ده شايفة والوش بتاعها نشف اوه زي ما انت شايفه بس طبعا مش نشف للدرجة يعني هو وطري لسه بس ايه يعني بدأ يعني يستوي معايا وطبعا لقيت اللي حرف بتاعتها ما شاء الله مش لزقة فجبتي بقى الودي البسبوسة حطيته على الوش بالشكل ده عشان خطر لما قلبها معايا في الطبق ما تلزقش في الطبق الوش بتاعها يلزق في الطبق يعني وشكلها يتبهدل معايا وكده فهرش دي بسبوسة حاجة خايفة جدا وبعد كده هقلبها اهو بالشكل ده بصي ما شاء الله عشان ما هدية النار وكل شوية الوقتي التاني افضل بقى ايه ضياري كده في الصينية بتاعتي كيمين وشمال عشان خاطر اطلع معاكي مزبوطة وكلها لون واحد يعني مش خلال نص ساعة هنسيبها كده وخلاص لأ كل شوية ضياريها كده من الجنب ده شوية والجنب ده شوية ويتبعيها وشو فيها حطيتها انت عندها انت الصينية سامنة وحطيت تاني دي البسبوسة وروح تجايا قلبها وحطيتها في الصينية زي ما انت شفتي اه وهي طبعا كده على النار واحتجايا بقى اقول تعمل الشرباط طبعا كنت مجهزة اصلا بس كنت لسه محطيتوش على النار عشان انا عايزة الشرباط معايا سخن والبسبوسة في نفس الوقت سخنة يعني بقى طفية على البسبوسة وطفية على الشرباط في نفس الوقت اللي اتنين سخنين تمام فكده خلاص اهو الشرباط خلاص جاهز معايا وكمان البسبوسة جاهزة معايا هروح جاي على طول كده حطى الشرباط على البسبوسة ساقيا الشرباط كله البسبوسة اهو بالشكل ده كده بص بتشرب الشرباط ازاي دي من علامات النجاح تعرف بسبوستك نجحة اللي انت قوم بتحط عليها الشرباط بتلاقي بسم الله ما شاء الله بتشربوه تمام كده تمام هعمل ليه بعد كده بقى هغطيها بقى وهسيبها لمدة يعني خمس دقايق وبعد خمس دقايق بقى نكشفها ونشوفها مع بعض ونبدأ نقطعها وكده انا كنت عاملها معاك قبل كده في المقلية وكدت طبعا سهلة جدا في القلبان اه كنت قلبها يمين شي مال كدت بسم الله ما شاء الله كدت سهلة جدا في المقلية بس في الصينية بصراحة مش سهلة خاصة في القلبان ممكن وانا بقلبها كده بقيت كل شوية ايه تخبط مني من الجن بتخبط مني من النص بقيت بصراحة انا جدا جدا احسن تتبهدل مني فلازم تاخدي بالك كويس جدا وانت بتقلبها يعني هي بتقلبها اطارية جدا زي ما انت شايفها كده ما شاء الله عليها اطارية جدا اهوت والصمك البسبوسة حلوة قوي وشكلها جميل ان شاء الله هتجربيها واعتعجبك سهلة وبسيطة وما خدتش وقت خالص يارب الفيديو بتاعي ايه كونه عجبكم النهاردة تنسوش بقى اكتبوا ليكم مني انت حلو وكمان تحطولي لايك على الفيديو جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة